بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله أرحب بكم في المحاضرة السابعة من سلسلة محاضرات تعلم السولدورك من الصفر وصلنا وإياكم إن شاء الله إلى التجميع باستخدام برنامج السولدورك كل ما تعلمناه سابقا هو كان حول كيفية إنشاء التخطيط والتعديل على التخطيط ومن ثم تحويل التخطيط إلى أشكال مجسمة ثلاثية الأبعاد ومن ثم أخذنا بعض الأدوات التي تساعد في تعديل وتحرير الأشكال المجسمة هذا كان كله في جزء أو في قسم بارت من برنامج السولدورك اليوم إن شاء الله راح نتعلم شلون نجمع مجموعة من الأجزاء من هذه البارتات ونحولها إلى أسيمبلي أو إلى تجميع وإن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هي راح تكون الأخيرة بإذنه تعالى راح ننتقل إلى الرسم التنفيذي أي تحويل هذه البارتات أو تجميع معين إلى لوحة تنفيذية تحتوي على القطوع والمساقط والأبعاد مثل ما تجي أغلب الأجهزة والمنظومات المخططات والإسكيجات اللي أغلب المهندسين مطلعين عليه معكم طبعا المهندس ليث فاضل شاكر تخصص ماجستير هندسة الإنتاج ستدريسي في كلية الهندسة قادسية نبدأ على باركة الله أنا طبعا راسم مجموعة من الأجزاء هذه اللي تشوفوها قدامكم كل جزء على حدة كلهم مفتوحات ومخزنات على سطح المكتب عادة أنت الأجزاء مالتك إذا كانت يعني عندك خد منظومة معينة تخليها في فولدر أو فايل كل الأجزاء تخزنها كل من بإسمه أنا حاليا مخليهن على وضع بارت مرقمات ومخليهن على سطح المكتب وكلهن مفتوحات أول ما أبدأ ميا أدخل على ملف التجميع من نيو أروح على أسيمبلي بدلا من بارت أنتقل إلى أسيمبلي بما أن الأجزاء مفتوحة مباشرة طلعهم قدامي تقدر يعني تسحبهم واحد واحد أو إذا ما موجود الجزء هنا طبعا أو يعني إذا أنت راسمهم ورجعت مرة ثانية ورفعت رتريد تجمع تنطيب رأوز وتروح على مكان الملف وتسحب الأجزاء مالتك وتبدأ بعملية التجميع أي جزء راح تجيبه هنا راح يكون فلوتد يعني طافي يعني قابل للحركة في جميع الاتجاهات إلا طبعا الجزء الأول اللي راح تجيبه راح يعتبره ثابت وتجي أنت تثبت كل الأجزاء بالنسبة لهذا الجزء مع إمكانيك تتغيير طبعا يعني تضغط عليك تنطيف لوت يتحول من ثابت إلى طافي على السطح وتخلي الجزء آخر هو ثابت فيستحسن أو يفضل أنه أكبر جزء عندك بالمنظومة أو أكبر جزء بالرسم اللي تتجمع علي باقي الأجزاء هو اللي تجيبه أول واحد حتى تبدأ بعملية التجميع قبل لا نسحب يعني البارتات مالتنا ونبدأ بشرح يعازات التجميع اللي هي يعازات الإزواج أحب أن أوه على شغله وهو degree of freedom اللي هو حرية الحاركة أي جسم بالفراغ أو بالفضاء إلى ست درجات من حرية الحاركة يعني ثلاث محاور عندنا يتحرك بها سالب وموجب وأيضا يدور حول هذه المحاور معه وعكس اتجاه أقرب الساعة فيصير عندي ست درجات من الحرية وإذا حسبناها سالب وموجب يعني توصل إلى 12 زين كل جزء راح تجيبه راح يكون بها الحالة هاي إنه يتحرك بكل الاتجاهات أنت وظيفتك شنو بعملية التجميع تحدد من حركته وتثبت مكانه نسبة إلى جزء آخر ثابت مسبقا أوكي بإعازات تسمى أوامر الإزواج إعازات الميت خلي نسحب البارتات اللي موجودة عندنا اللي نبدي بهذا الجزء مثلا ضافنا جزء واحد اختفت عندي هذي الصندوق ما للحوار من أضيف أجزاء أخرى طبعا هنا عندك هذي اسيمبلي تقدر تنتقل Layout Sketch Evaluate إلى آخره سوري عندنا هاي شفت مكانها خافت صرعتكم هاي الحالة لما تتحول عندك هذا باللون الأزرق أصحابها بالماوس وسوي لها إفلاد ترجع على وضعها Evaluate إلى آخره إحنا أكثر شغلنا راح يكون بالاسيمبلي زين أريد أضيف أجزاء أخرى من الرسم Insert Component وأجيب الجزء إلى آخر مثل ما قلنا أنه هذي دع أحركها بالماوس ما تتحرك بينما هذا إذا ألزمة وأروح يمين يسار يتحرك في كل الاتجاهات كذلك إذا أقومش بالسكرول يدور عندي في جميع الاتجاهات زين Insert Component طبعا ذني بدون أبعاد مجرد فقط الغرض مننا هو التوضيح Part 3 آخر شي عندي Part 5 مجرد فقط N P نحن نترك T لدي هذه الأجزاء مجرد فقط مصمتها وذن المستوي بس اجي الى اوامر الازواج او اوامر الميت القيهة بقائمة insert طبعا منها mates او بقائمة الوصول السريع هذا اللي جاي شوفه قدام شو رح ينطيني رح ينطيني ثلاث انواع الstandard mates اللي هو رح يكون محور هذه المحاضر وعند الادفانس اللي هي المتقدمة وعند الميكانيكا هذا اني ان شاء الله مستقبلا لاذا اكو دورة ادفانس عن برنامج solid work من الممكن ان نتطرق لهن رح يكون حاشين اليوم فقط عن الstandard mates الميت الاول او امر الازواج الاول هو الكونسيدنت المقصود بالكونسيدنت هو التطابق نقطة على نقطة مستقيم على مستقيم نقطة على مستقيم مستويين مثلا او وجهين وهكذا المهم انت الجزئين اللي رح تختارهن رح يسوي لهم شنو رح يسوي لهم تطابق الاعاز الثاني اللي هو parallel اي وجهيا او مستقيميا مثلا رح يبقون دائما شنو رح يبقون دائما على توازي وعندي التعامد نفس المبدأ مستوي وجه يعني مع وجه اخر يبقون متعامدين وعندي tangent خاص بالسطوح الاستوانية يعني عندك سطحين استوانيات اذن متماسات دائما او مستوي وسطح استواني وعندك امر ايضا جدا مهم اللي هو الكونسنترك توحيد المراكز اذا عندك يعني اجزاء دائرية وسطوانية تريد يكون مركزها ثابت وعندك distance بين وجهين تبقى المسافة دائما ثابتة واخيرا عندك الزاوية تكون ايضا ثابتة بين وجه ووجه اخر او مستقيم ومستقيم اخر خلي نجي لاول واحد اللي هو الكونسنت ايش راح اختار راح اختار هذا الوجه فيس وان مع هذا الوجه هذا الوجه تحدد هسه باللون الازرق مع هذا الوجه اش خلاهن خلاهن متطابقات هذا ممكن يروح يمين يسار يعني بعده حركة تمام محددة لكن فقط حدد لانه هذا الوجه يابا اريد مثلا منطبق مع هذا الوجه زين بعد انا اريد هذه القطعة مثلا تجي ضبط في داخل هذه الفسحة ارجع اختار هذا مع هذا انطي اوكي استصار عندك تقيدة بعد الحركة بعد ما يروح يمين يسار وانما شين يروح فقط بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه على سبيل فرض ثريد هذا مع هذا او تقول لا خلي ناخذ غير ميت حتى تصير الامور شوية اوضح هذا الوجه مع هذا الوجه لا مو كون ساعد وانما distance لو كنت اعرف الابعاد مثلا نسوم الطيهنات ثمانية خلي يكون عشرة على سبيل فرض وانطي اوكي هسا اول شي اخذناه بالميت هو الاسطح المستوية اخذنا اعازي الكونسايت او الكونسيدنت اللي هو التطابق واخذنا الديستن اوكي التعامد والتوازي طبعا يشتغلان على نفس المبدأ زين ونلقى هذي الميتس هنا مباشرة بشجرة التصميم طبعا كل جزء من الاجزاء اضافة والميتس ايضا موجودة مجرد ما تنقر عليها يتسويلك يقولك يا باه هذا الميتس اللي انتهسه حاليا واقف عليه خافة تريد تحذفه رايت تكليك تريد تعدل عليه اوكي مباشرة منها تقدر تلغي اي واحد من اوامر الازواج السابق زين ها سميت اخر نشوف مثلا معدرة نشوف التانجنت تقول يا بابا بين هذا الفيز وهذه السليندر سواليا شنو متوا متماسان صار اكوتماس بين هذا الوجه وهذه الاسطوان زين صارت الامور شوية نوعا ما ضبابية اللي اضيف ميت ثاني بان هذا وهذا اقول لي اابد اني اريدهم فارالال متوازيان او مثلا كونسيدن متطابقان اوكي اكثر من ميت طبعا هذي لا زالت قابل الحركة في كل الاتجاهة تقدر ايضا تحدد حركتها حسب التجميع اللي موجود عندك هنا فقط هذا للتوضيح وشارح عملية وضع الاوامر اوامر الميت او او اوامر الازواج زين بس نجي الى الكونسنتريك اللي هو تحديد المراكز اروح اقل له كونسنتريك بان هذه الاسطوانة طبعا تنقر بالداخل مو على الاج بقدر الامكان حاول انه تختار الاسطوانة مع هذه الاسطوانة اوكي وانطي اوكي تلاحظون انه تحدث مراكز هاتين الاسطوانتين خلي هذه انطيها فيكس شوية حتى اه منها اقدر انطيها فيكس بما انه هاي كانت الاولى هو ما اخذها فيكس فاذا تريد تغير تنطيها فلوت طب زين هذه راح تتحرك طبعا على طول ايضا محور الاسطوانة على سبيل الفرض انت عندك ابعادها وايضا تريدها بالمنتصف فاضيف ميت اخر بين هذا وهذا وتقول له مثلا دستانس انطي على سبيل المثال ايضا عشر مثلا يعني بها البساطة اخواني اتم عملية التجميع ورح ناخذ مثال اللي هو المثال رقم دعش اثنين من كتاب الدكتور عبدالرسول الخفاف انا اراسم الاجزاء راح اراويكم صورة للرسم اذا تريد يعني تاخذها سكرينشوت او تحفظها في حاسبتك ومن ثم اراويكم الاجزاء حتى يعني ما نتأخر في طول وقت المحاضرة نعم هذا هو الشكل الرسم مالتنا عندنا هاي المنظومة البسيطة عبارة عن بودي هيكل وعندي هذا الجزء السلايدر الدوار يثبت او يربط بواسطة شيف طبعا هذا الشيف تصير به تسنين بالاعلى وتنظاف صامولة عادة مثل هاي الرسومات يعني حتى على المبتدين تكون سهلة اذا كانت مجسمة وابعادها كلها واضحة فرسمها يكون ابسط فافضل انه دائما في البدايات اغلب الاجزاء اللي ترسموها هي الاجزاء اللي مرسومة بصورتها المجسمة امامكم ومن ثم ننتقل الى الجزء الاصعب يعني هو الجزء الاصعب لما يكون عندي فقط مساقط للجزء او البارت يعني منطين مسقط او مسقطين ويريد من عندي اطلع الجزء ثلاث الابعاد هاي الرادلها شوي يعني بعد الممارسة والخبرة ان شاء الله تكون عندكم الامور اوضح هذه الاجزاء هذا هو البادي اكبر جزء موجود نطي ايزومتريك بها الشكل هذا عندي عصب من الاعلى ومن الاسفل وامسوي انفلت للحافات ذن الدائرتين او الاسطوانتين المجوفات اللي قدانكم اقطارهم مختلفة طبعا الابعاد كلها موجودة بالرسم شعندي بعد عندي الصامولة وعندي الشيفت وعندي هذا الاسلايد اجي افتح ملف التجميع نيو اسامبلي زين مثل ما شفنا انه اكبر جزء او اكبر قطعة موجودة هو البادي وكل الاجزاء المفروض تتجمع على هذا البادي فيفضل انه اجيب اول واحد اثبت البادي insert component اجيب السلايدر تريد تجيب كل الاجزاء وتبدأ بعملية الميت تريد لا واحد واحد يسوي لهن مثلا ميت اروح على الميت اختار الاسطوانة الاولى والثانية طبعا البرنامج يعني مدعم بالذكاء الصناعي يعرف انه هذا النسطوانتين مباشرة يسوي لك بان هذا الوجه ايضا وهذا الوجه اوتوماتيكيا راح يسوي لك يعني التطابق طبعا هذه هسه ما تتحرك الاعلى والاسفل وانما تدور وهو هذا مبدع عملها يفترض انه ما توصل يعني لهنا لكن بالستاندرد ميت ما اقدر احدد من هاي الحركة لازم اروح على الادفانس ميت لكن حاليا يعني هذا الوضع كافي شبقى عندي اضيف الشيفت انسيرت كومبوننت اجيب الشيفت ايضا ميت هذي الاسطوانة مع هذي اقل له اوكي شبقى عندي هذا الوجه اريدين طبق على الوجه وين بالاسفل طبعا الشيفت ايضا مدرج ذي اقطار مختلفة هذا الصغير قابل للحركة بس هذا بقى شينو عندي بقى دوار بيش اثبت الشيفت قلنا تسنين وصامولة من الاعلى اروح انسيرت كومبوننت اجيب النت اقول له ميت ميت مع هذي صارت انامت داخلها مع ال مع الشيف نحتاج ميت اخر بين هذا الفيس وهذا الفيس اللي هو كوانسيدنت التطابق وبهذا اخواني اخواتي تمت عملية التجميع لهذا الجزء اللي قلنا رقمه هو 11 اثنية ثاني تمرين بسم التجميع كتاب الدكتور عبد الرسول الخفاف ناخذ مثال اخر ناخذ هذا التمرين اللي هو رقمه 11 هذا نوع من التمارين اللي قبل شوية طرقنا وقلنا انه تكون معقدة ليش لانه ما مرسومة مجسمة تكون يعني واحد يحتاج لحس هندسي وظليع نوعا ما بالرسم الهندسي والميكانيكي حتى يقدر يرسم هذه الاجزاء الاجزاء اللي موجودة عندنا هو الجزء الرئيسي اللي هو الفورك او الشوكة وعندنا هذا اللي هو الشيفت منطيني الى مسقطين هنا ايضا منطيني مسقطين عندي شيفت مسنن مع صامولة والمسمار هذا المشقوق وعندي هذا المسمار اللي هو رح يثبت لهذا الجزء بداخل هذا الجزء وفلكة او واشر زين عفوان خلينا نطلع على الاجزاء اللي موجودة عندنا هذا البن الشيفت المسنن هذا الشيفت الثاني اللي هو يكون على جزءين جزء مدور هذه هي الشوكة هذا شكل هي بيكون منطر رسم بها الصورة هاي لدينا بعد الصامولة فلكة المسمار المشقوق وهذا المسمار ساجي افتح ملت في التجميع اسمبلي كما تلاحظون اكبر جزء او افضل جزء اجمع عليه هو الفورك او الشوكة بيها الشكل هادا نسيرت كومبوننت اجيب الشيفت اسوي الميت مالتهم بين هادا الاصطوانة وهادا الاصطوان بين هادا الوجيه وهادا الوجيه وانطيع اوكي بيش اثبتهم ذولة من خلال المسمار اروح اجيبه هايغان ميت اسوان 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 وحد للمراكز اطابق هذا الوجيه مع هذا الوجيه ايضا اوكي اسوان هذا تقعد علي المقروب الفلكة طبعا التجميع ايضا فن انه تعرف شون يتم التجميع ياما عن طريق مطابقة الابعاد او عن طريق ترتيب الاجزاء باللوحة هذا بحث اخر طبعا محاضرات صف ثاني هاي ميت بين هذي وهذا الشيفت بين هذا الوجيه وهذا الوجيه هنا المفروض يدخل المسمار المشقوق وتنفتح يعني هذي كذا اغلبكم شايفيه يعني موجود بالمراوح السقفيه اضيب باقي الاجزاء شفت المسنن شفت المسنن شفت المسنن بها الصورة هاي اول ما اسوي الميت لهذا الوجيه مع الوجيه الداخل اسطوانه او لمكان المخصص اليه اقل له اوكي بهذا الشكل اسا نوب اطابق المراكز كونسنترين افعارة وحسب عرف اكو ايرار اسا نوبة اتحرر الاجزاء ظهر اكوكت خطأ او تداخل صار مهم سيرت كمبونت بغت عنده صامولة ايضا ميت مع هذي اكتملت ايضا عنده عملية التجميع لهذه المنظومة الميكانيكية المبسطة هذه كانت اخواني اوامر الازواج الاساسية في برنامج سولدورك في عملية التجميع وقلنا انه اكوامر اخرى اللي هي الادفانس ميت وعند الميكانيكال ميت اللي شوية تطلب خبرة اكثر ووقت اطول تمنياتي طبعا للجميع بالتوفيق ونلتقيكم ان شاء الله في المحاضرة الاخيرة اللي قلنا رح نتحدث بها عن الرسم التنفيذي نستودعكم الله جميعا اشتركوا في القناة